لكن مش كل ما يبقى فيه اتجاه لإن أحياناً فيه ناس ما بتبقاش فهمها وهم دول أصحاب الصوت العالي اللي دايماً يتكلمون ما حدش هيزايد على حد يعني أنت النهاردة بتقول وجهة نظرك لمصحة الدولة لمصحة الشعب المصري وإنت بتتكلم أنت بتراعي توازفنات داخلية وخارجية وتحديات بتواجهك من كل حد مناءة يعني آفة حقيقة تسامع فيديو لأخونا كمال أبو عيطة وكان وزير قوة عاملة سابق وأنا كمال بعزه من زمان الحقيقة يعني من إخوة العزاء نعرف بعض يعني من 45 سنة على الأقل لكن ما عجبنيش كلامه ليه انت قدم رؤية انت قدم رؤية يا أستاذ كمال الرؤية دي نقدر من خلالها نقول والله أدى هو في رؤية متقدمة لكن ان احنا نطلق الحق والدنيا بغزت والمش عارف ايه والبتاق ما أسأل الكلام وهذا لا يا صح أبدا من شخصية سياسية بوزنك وليك تاريخك وأنا أقدر وأحترم هذا التاريخ علينا ان احنا نحط إيدنا في إيد بعض في الوقت ده المسألة مش مزيدة يا جماعة المسألة مصلحة بلد واستفاف وطني في هذه اللحظة التاريخية اللي شايف ان بلدنا بتطبيهش تحديات يبقى بشوفش احنا بنواجه تحديات من برة احنا كلهم بيطلع علينا ملف حول الإنسان مع ان احنا نضاهي وزي ما قال سيد تلوى مصطفى الكامل رحمة الله عليه فيه دقائنا الأخير معه اللي عدناها مبارح قال ان مصر ملتزبة بمتاق حقوق الإنسان شوفوا نفسكم انتوا بتتعاملوا ازاي شوفوا انتوا بتسجنوا الناس فين لسه جوانتراموا موجود ابو غريب ما زالة لم يغرب من الذاكرة مزار الشريف في أفغانستان ما زالة كانينا شايفينه مبارح وشايفين ناس بتتعذب والناس بتتبهدن فمحدش زايد علينا احنا بلد آه عنده مشاكل عنده واقع اقتصادي صعب عنده تحديات ضخمة لكن نسحى الى الحل بعض الناس شايفين انه لابد من هدم كل شي وندمر كل شي وبعدين نقعد نغني الظلمون طب انا فرقبتي 105 مليون مواطن انا بتحرك هنا وبلاقي عقبات انا بتحرك هنا وبلاقي مشاكل انا بتحرك هنا وبلاقي تعديات وانا قلتها من الاول من اول يوم احنا في هذا البرنامج ومن اول يوم واحنا بعد 30 يونيو قلت يا جماعة الرجل الذي انحازر الشعب فيه ظرف تاريخي صعب الجيش الوطني العظيم والشرطة الباسلة والقضاء النزيه اللي تحدى في هذا الوقت وقب بكل قوة الى جوار الشعب المصري انا مجيش في لحظة ومشكل وازمة وخرابة ولا وضع صعب جدا ولا دولار مش عارف عمل ايه ولا لغط حوالين قضية والناس دي كلها يعمدوا دخلوا بينا وسدوا بينا الحيطة ودخلوا في الحيطة اشتركوا في القناة